تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الأولى من سيلفي أمم أوروبا 2020 واللي بتجيكم مني أنا محمى العواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنمعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم بعد فوز إيطاليا السحق على تركيا الفوز اللي أرسلت فيه إيطاليا رسالة واضحة للجميع أنه أنا فعلا قوي مش مجرد تصفيات مع روبرتو منشيني فريق متماسك فريق جماعي خلال سيلفي أمم أوروبا اللي حنعملها في الدور الأول أعتقد حنتكلم بعوميات أكثر من نتكلم بتفاصيل اللقاء لأنه بعض المباليات حيكون فيها فارق مستوى كبير فحنحاول ناخد النقاط الرئيسية وبدأ ركز اليوم في الحلقة علم مسألة أنه إيطاليا فعليا قدمت اليوم فريق كامل فريق بخليك تقول بقدر يوقف لأي فريق ويزعج أي فريق بلعب ضده مهما كانت قوته أو جودته إيطاليا اللي لو نفكر فيها لسه كان عندها أوراق ما لعبت اليوم وأيضا وبنفس الوقت إيطاليا اللي بدأت في خط الوسط جورجينيو لوكاتيلي باريلا متنوعين قدروا دائما يضبطوا اللقاء لو تيجي تشوف اللقاء قبل الهدف الأول إيطاليا ما استسلمت إيطاليا ضغطت وستددت أكثر من عشر تزديدات ودائما كانت قادرة تفض كلمتها على الملعب وتخلي الكرة دائما في نصف ملعب تركية وبلا ملل وبلا كلل ووضع الضغط رهيب جدا وما وقف الحدة كانت موجودة استمرارية المحاولات كانت موجودة ورغم تمركز دفاع تركية الكبير لكن كنا نشعر الهدف جاي الإصرار موجود إدخال الكرة منطقة الجزاء موجود ربما الفرص الخطيرة ما كانت كثير موجودة في شرط الأول يعني المحققة 100% لكن كان واضح إنه في طريقة عم يمشي فيها الكرة نحن منطقة الجزاء إيطاليا اليوم ربما أكتر شيء واضح فيها إنه شكلها مرتب منظم معروف بتحس وعارف كيف الكرة حتروح من هون لهون وكيف رح تنتقل فريق منظم للغاية يشكر عليه روبيرتو فانشيني الفريق اللي دفاعيا أيضا كان قوي بافتكاك الكرة كان قوي بتعطيل المرتدات والضغط السريع فريق نشوف تسع لاعبين فيه عم بيرجعوا للخلف يدافعوا وهذا أيضا مؤشر مهم نتكلم عن فريق مسك كرة نتكلم عن خط وسط متماسك نتكلم عن شكل واضح عن مزايا هجومية متعددة ومحاولات هجومية عديدة عن إسرار وعن دفاع قوي ونتكلم عن حارس ظهر بأكتر من موقفين وحارس طبعا أكيد معروف في جوته اللي هو دوناروما يعني ربما قدرنا نتكلم عن أشياء يعني ما تخليش الفريق بشكل كامل اللي هي كانت تدوير الكرة على الأرض ببعض المواقب في الشوط الأول كان بطيء وأيضا مسألة التوازن ما بين الهجوم على اليسار وعاليمين شفنا الجهة اليمنى كانت أقل نشاطا في الشوط الأول لكن عالجها منشيني بسرعة وبوضوح في الشوط الثاني غير ذلك شفنا إيطاليا تدعو للتفاؤل لجماهيرها شفنا إيطاليا بتذكرنا بإيطاليا عمام منتخب تركي اكتفى بالدفاع وراها إنه ما يطلق هدف ولما يطلق هدف ظهر إنه حقيقة بلا فكرة ولا فرصة ولا قطة إنه يرد إيطاليا مباراة تدعو كثير للتفاؤل مباراة خلينا نحكي بتليق في بداية أوروبية افتتاح أوروبي كان متوقع يكون أكثر هدوءا من ذلك لكن إيطاليا رفضت ذلك نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك وتتالإنستغرام وضروني جدا تتابعوني على سيفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله